السلام عليكم وبركاته 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 لكم رمضان مبارك ان شاء الله بصحة والعافية ألوغ بزاف ديال السئلة تيجيوا للشبكية فأتنا عرفوا بأن الشبكية واحد المادة غذائية مهمة فرمدان يعني داخلها في العادات الغذائية ديالنا اللي غادي نقول لكم واقصا عرفوا كيفاش نتعاملوا مع الاستهلاك ديالها فباش نحلدوها نهائيا طبي الحال صعيب لا تبدوش الفطور بها ما تفرقوش بها السيام لأنه فيها بروتينات فيها سكرية فيها نشويات يعني عامرة بسعرات الحرارية وبالتالي غا تعطل لنا عملية الهضم وهذا غي خليه أننا نصلو لذيك التخمة وذيك الانتفاخ من بعد الوجبة ديال الفطور لأنه قاعد ذيك شي اللي غايجي من بعد غايت تعطل في الهضم دياله لأن الشبكية غا تطلب مدة طويلة باش تهتم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو أنكم حاولوا تاخدوا كميات اللي هي قليلة يعني مني تساعدوا الفطور خدوا وحيدة مثلاً ولا جوج على الأكثر ولكن ما نغلقوش يعني ما ناكلوش كميات كتيرة اللي غا تزيدنا أولاً في الصغرات الحرارية وغا يدير زيادة في الوزن اللي غا تخلق لي مشاكل على مستوى الكوليستيرول تخلق لي مشاكل على مستوى الجهاز هضمي لهذا فخصة نعرفو كيفاش نتعاملو معها وتعاملو مع السيلاك ديالها وبالنسبة الناس يتعجبوهم الشبكية ديال الفران فا يديروها في الفران ماشي مشكل غير هو كما تنقول نعرفو كيفاش نتعاملو مع السيلاك ديالها وتنعاود نأكد ما نبدوش الفطور بالشبكية والله يتاقب بال ترجمة نانسي قنقر